اكد سعدة النائب العام دكتور علي بن فضل البعينين أن النيابة العامة حققت تقدما كبيرا في انخفاض نسب القضايا والجرائم في مملكة البحرين خلال عام 2020 مقارنة بالأعوام السابقة وذلك نتيجة لتطور خطط العمل وإنشاء نيابات المتخصصة واتخاذ الإجراءات وفق سلطات نيابة العامة جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي السنوي للنيابة على الرغم من حجم التحديات التي تواجهها مملكة البحرين ودول العالم إلا أن النيابة العامة وتحقيقا لرسالتها الوطنية المسؤولة تمكنت من تحقيق نسب إنجاز عالية جدا تمثلت في انخفاض كبير للجرائم والقضايا التي وردت لها في شتى أنواعها خلال عام 2020 في تقدم ملحوظ لتطوير خطط وأهليات العمل في النيابة العامة وفق آخر المستجدات وأهليات العمل التي انتهجها منتسب النيابة بكل اقتدار السنة هذه بالذات الحمد لله من خلال عام 2020 لحظنا انخفاض كبير جدا في جرائم سرقة 17% وفي جرائم المخدرات حوالي 47% وهو انجاز يعني من خلال عمر النيابة العامة من 2003 إلى اليوم هو انجاز كبير جدا هي أكبر نسبة انخفاض وذلك يعود الأمر إلى عدة أمور مثل ما قلنا يعني هو الأسرة أحد لها دور مهم في موضوع هذا الانخفاض المدارس رجال الدين وزارة الداخلية النيابة العامة القضاء المجتمع بشكل عام ونفخر أنه فعلا أنه تم النسبة العالية من هذا الانخفاض كما نفخر أيضا بأن أحد أسباب الانخفاض أيضا بشكل عام ما تكلم عنه موضوع إيجاد آليات جديدة تكلم على إنشاء نيابات متخصصة نيابة الأموال العامة نيابة التجارة في الأشخاص هي نيابات مستحدثة قد لا توجد في بعض الدول العربية لذلك نحاول دائما نستطمع ونرى ما مستحدث على مستوى الدولي في موضوع مكافحة الجريمة وفي موضوع تطوير آليات النيابة العامة والآليات القضائية بالإضافة إلى تلمس الواقع في المجتمع هنا ونرى ما يحتاج من اهتمام التطور الملحوظ الذي شهدته النيابة العامة طال مجالات المعاملات اليومية وسهل من الإجراءات أمام المراجعين من المواطنين والمقيمين من خلال تفعيل النظم الإلكترونية المتطورة وإنشاء النيابات المتخصصة وتطبيق العقوبات البديلة بما يحقق الصالح العام إنعقد اليوم مؤتمر النيابة العامة السنوي لعام 2020 والذي بيّن فيه سعارة النائب العام الدكتور علي بن فضل بوآينين أهم الإنجازات وكان منها إنشاء نيابتين متخصصتين للتحقيق في جرائم مهمة وهي الجرائم المالية وغسل الأموال وجرائم لتجارب الأشخاص بالإضافة إلى إنشاء مكتب حماية المجنع عليهم والشهود وكذلك التوسع في تطبيق قانون العقوبات البديلة وكذلك التطبيق للنظام المحاكمة الفورية للمخالفين لإجراءات الاحترازية لجائحة كورونا وكذلك استخدام الوسالة الإلكترونية والتحقيق عن بعد كذلك موجب الإجراءات الاحترازية فضلا عن انخفاض الملحوظ لنسبة الجرائم ذات التأثير والماس بسلامة المجتمع وهي السرقات والمخدرات والعنف الأسري وكذلك العمل على إعداد نظام الوساطة الجنائية وكذلك ارتفاع نسبة المرأة البحرينية في النيابة العامة سواء من أعضاء النيابة العامة أو من تسبي النيابة عمل دؤوب ومكثف تجسد على هيئة إنجازات وأرقام وإحصاءات لخصت احترافية عمل النيابة العامة خلال عام كامل تضافرت فيه الجهود بالتعاون والتشارك مع مختلف الجهات المسؤولة في الدولة وذلك تحقيقا للرؤى العصرية والشاملة التي تنتهجها المملكة في مختلف المجالات أكبر نسبة خفاض لمعدلات الجرائم في تاريخ النيابة العامة منذ إنشائها عام 2003 نتجت عن تطور كبير في خطة عمل النيابة واستحداث العديد من النيابات المتخصصة في مختلف المجالات يحيى العمري لمركز الأخبار تلفزيون البحرين